والنهاردة عندي كواليس مهمة جدا في موضوع تعينات حكام السوبرليج فاكرين من كم حلقة قلت ان شركة الدوري الافريقي الشركة الايطالية اسندت ادارة المباريات للجنة الحكام في الكاف ولجنة الحكام في الاتحاد الافريقي هي اللي اتعين القطقم التحكمية للمباريات وقلت فكرة ان يتم الاستعانة بحكام من اوروبا خلاص اصبحت غير وردة بالفعل النهاردة لجنة الحكام مرست صلاحياتها واعلنت الاطقم التحكمية للتمن مباريات اربع مباريات زهاب اربع مباريات اياب والاطقم التحكمية كلها تم اعلان عند نطوتين مهمين اول حاجة هتكلم على حكام مباراة سيمبا والاهلي في تنزانيا اللي هتتلاعب يوم الجمعة 20 اكتوبر الساعة 6 بتوقيت القاهرة المباراة هيدرها دحان بيدا الحكم الموريتاني هو حكم الساحة وهو حكم هذه المباراة المساعد الاول ديميانا انتروفيلو من مدغشكر المساعد اللاثاني جونسان كوفي من توجو والحكم الرابع من السنغال عيسى سا يبقى طاقم تحكيم الحكم من موريتانيا دحان بيدا هو اللي هيدرها المباراة سيمبا والاهلي في تنزانيا على تقنية الفيديو الجزائري لحلو بن براهم حكم VAR VAR الحكم الغاني دانيل لارية يبقى لحلو بن براهم الحكم الجزائري على تقنية الفيديو ومعه مساعد دانيل لارية من غانا ده لقاء الزهاب لقاء العودة في استاد القاهرة يوم 24 اكتوبر الاهلي واسمبا على استاد القاهرة الساعة 5 بتوقيت القاهرة هيدرها طاقم تحكيم بقيادة الحكم الكنغولي جون جاك نادالا هو اللي هيدير مباراة الاهلي واسمبا في القاهرة معه مساعد اول جيرسن دوسانتوس من انجولا معه مساعد تاني ارسينو شاردجو من موزنبيك معه الحكم الرابع من الكنغو برازافيل ميسيا جيسي ده الحكم الرابع وعلى تقنية الفيديو الفار اتنين حكام من المغرب حكم الفيديو الاول عادل زراق والإيفار مساعد الفيديو حمزة الفريق دول اتنين حكام الفيديو من المغرب في لقاء العودة اللي هيديرها الحكم الكنغولي جون جاك نادالا طيب عندي بقى تركاية مهمة جدا على وهي كان تم الاتفاق ان حكام السوبر ليج هيكونوا من حكام البروفيشنال من حكام البروفيشنال اللي فيها امين عمر من مصر مصطفى غربال من جزائر هيسم كرات من تونس بملكة سيمة من اثيوبيا بقى اطاقم يعني الحكام اللي معروفين في قيمة البروفيشنال ولكن نتيجة ايقاف عدد من الحكام في الفترة الاخيرة سواء في البروفيشنال او النغبة تم استبعاد عدد من الحكام وتم الاستعانة بعدد من حكام النغبة يعني تم ايقاف واستبعاد حكام من قيمة البروفيشنال وتم استدعاء حكام من قيمة النغبة ابرزهم محمود عشور ومحمود البنة ومحمد عادل تم استدعاء محمود عشور محمود البنة محمد عادل التلاتة هيشاركوا في إدارة مباريات السوبر ليج الدور الأفريقي ولكن على تقنية الفيديو وهستعرض معاكم دلوقتي مين القطقم التحكمية المصرية اللي موجودين في بعض المباريات مش كل المباريات للأسف أمين عمر ومحمد معروف مش موجودين في افتتاحية الدور الأفريقي ودي بتخلينا نشوف استنتاجات مهمة جدا كنا بنترحها في الفترة الأخيرة ويبدو أن الأداء في الدور المصري في الفترة الأخيرة والقرارات التي اتخذها بريرا مع أمين عمر أو محمد معروف انعكست على تعينات حكام الدور الأفريقي بدليل عدم وجودهم في التعينات رغم استدعاء أمين تم استدعاء قصدي محمد عادل ومحمود عشور ومحمود البن أولا الحكم المساعد أحمد حصان طه هيكون مساعد تاني مع طاقم تحكيم ليبي بقيادة معتز إبراهيم في مباراة بترو أتليتكو وسانداونز في أنجولا الحكم المساعد أحمد حصان طه هيكون مساعد تاني في مباراة هيدرها معتز إبراهيم في أنجولا ما بين بترو أتليتكو وسانداونز بالمناسبة مدير لجنة الحكام سكرتير اللجنة أحمد أبو العلا تم تعيينه مرائب حكام في مباراة سانداونز وبترو أتليتكو هذه المباراة هيدرها طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال وبالتالي تم الاستعانة بأحمد أبو العلا مدير لجنة الحكام المصرية عشان يكون مرائب في مباراة السوبر ليج مطش سانداونز وبترو أتليتكو كمان تم الاستعانة بمحمود عشور ومحمود البنة في تقنية الفيديو في مباراة مازنبي والترجي التونسي لقاء الزهاب اللي هيتلعب يوم 21 أكتوبر في الكنغو الدموقراطية محمود عشور ومحمود البنة هيكون حكام فيديو في لقاء مازنبي والترجي التونسي كمان تم الاستعانة بمحمد عادل حكم إيفار مساعد فار في مباراة إنينبا والوداد اللي هيتلعب في نيجيريا يوم 22 أكتوبر وهيكون معاه حكم فار الحكمة اللي أدارت تقنية الفيديو في مباراة الأهل والتحاد العاصمة ماريا ريفت هتكون هي حكمة الفار في مباراة إنينبا والوداد وهيكون مساعد معها الكابتن محمد عادل في هذه المباراة لها يديرها حكم منتشاد اسمه محمد أهدجو هو اللي هيدير مباراة إنينبا والوداد كمان في لقاء العودة ما بين الوداد وإنيمبا تم الاستعانة بمحمود عشور ومحمود البنة في تقنية الفيديو في المباراة اللي هيدرها الحكم الجابوني بير أتشو بير أتشو اللي أدار مباراة الأهل والتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي والبعض خرج واكتهد وقال إن تم إيقافه أهو بير أتشو الحكم الجابوني اللي قدر لقاء السوبر الإفريقي بين الأهل والتحاد العاصمة الجزائري نتفق نختلف معها لبعض اللعبات ولكن أنا قدامي مستند رسمي لم يتم إيقاف الحكم الجابوني الحكم الجابوني سيدير مباراة الوداد وإنيمبا في إيابة ضر ربع نهاء للسوبر ليج ويكون معاه على تقنية الفيديو محمود عشور ومحمود البنة دي أبرز القرارات والكواليس المتعلقة بالأطقم التحكمية اللي هتدير مباراة السوبر ليج في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر سواء لقاءات الزهاب أو لقاءات الإياب ويبدو كده إن أمين عمر ومحمد معروف الفترة اللي جاية محتاجين ثقة شوية في الدور المصري دعم شوية من لجنة الحكام ما يبقاش في حكام دولين مع بعض في موضوع تقنية الفيديو والملعب عشان ده بيسمع برة لما أمين عمر كان معاه محمد عادل أداء المباراة سمع في لجنة الحكام وشوفنا التعينات لما كان محمد معروف معاه محمود عشور التعيينة دي سمعت في لجنة الحكام وتم المرأبة وتشافت المباراة فالنتيجة أثرت على تعينات حكام السوبر ليج فأتمنى اللجنة قدر إن كان ما تحطش تعينات للدوليين مع بعض عشان ما تعملش أزمة ما بين الحكام لأن نتائج المباراة والأداء بتنعكس على تعينات حكام إفريقيا والدليل أهو تم الاستعانة بمحمود عشور ومحمد عادل وتم استبعاد محمد معروف وأمين عمر واستمرار محمود عشور في تقنية الفيديو كالعادة من خلال لجنة حكام إفريقي دي كانت أبرز الأخبار والكواليس والنهاردة كان عندنا مجموعة من الانفرضات المهمة جدا